السلام عليكم وشراكم وشراكم من تكونوا بخير جئتكم بوصفة مرامدانية بانتياز سيط شحال من وصفة الفلان وجئت بتلكم افضل وصفة تاع فلان كرامل بالبخاليني وصفة رائعة كما تشوفو يجي فيها دقين قاطي تاع البخاليني ويجي يترع ديامولاي وصفة اكتر من رائعة توالي مرمضان تقدرو تقدموها هكا باسية وحدها كما تقدروا تقدموها مع الفواكه مقطعه هاد القوالي بخرجوا جديد كانوا كانوا غير المدورين خرجوا بزاف اشكال تاع هاد القوالي بخرج الكاري لما تدور خرجوا ديموتيف بزاف شابين وانا لنصح بزاف هاد المول اللي يجوها كيتنحاوا خرج هاد الموضع جديد يجي سيليكون من الفوق تبع معي الوصفة كيفاش بشي خرج لكم هاد الفلان كارامل يجي اندري كرم برولي جي بزاف بنين اول حاجة رح نسبق من ديل الكارامل تقدروا تستغنو عليها و تكتافيه بها داخل الابوت كما تشوفوا انا مستعمل جدا عن المغرفة دعوني قولكم مقتاشا رح ندخل المغرفة بقيت هاكا غير نهز في الكاسرول ودو بفيرانس ديرو هاد الكاسرول اللي جي اه اه اينوكس باسكو يجو مغلفين دفا ولا غير السكر ونحبش يدوب فيهم بحكو اندخدوا هادو ما يدوب فيهم فاسيلا ما شوفو مازامين با ما مدخلش المغرفات الحط بتاعي كي يدوب باش نبقيت بصح نهزها باسكو لكم ما تهزوها بها الطريقة رح يتحرق لكم في الاطراف وفي الوسط ما يدوبش كي داب هاكا كامل اح ندخل الكسرولا بمغرفة عذرا باش نتأكد بلي السابون داب كامل هادك السكر وشو حدرت انا حدرت شوية في المول تاعي مديروش تبقى خشينا نحذركم مديروش تبقى خشينا ما يجيش ملاح هامل كلي مول اللي قوت لكم عليهم خرجوا جدد شوفو هام يجي مفقاكات السيليكون باش ما باش يسهلكم اولا تنحوها فاسي نوع و باش ما يخرج لكم شا هادك الكرامل يعني تلسقت خبيا في هادك المول تاحا هامل كلي موتيف اللي كان فيه يجي المول يعني فيه ربعة يجي قلب ويجي مربع وجوه هاد كزوج اشكال دوكي تشوفوها كاي بان لكم كبير فينا الموش توف الطبسي يعني موش كبير او حجم التاعي عادي وهنا نقول لكم تاني الكرامل كيد ديروها ما ديروه هاش في الوسط بوكو بليس ديروه في الاطراف بس كالاشي لك درتوها خشينا وحصلت لكم راح تتحجر وتويلي خشينا بزف و راح يتخبلكم الموتيف هادك ثم كترو يعني مليكوتي هادا مكان وفي الوسط مدير بيكم ما ديروش بزف وراح نبداو نديرو الوسطة نحتاجو ري ثلاثة الحليب زوج حبة تبيض زوج مغارف تاع سكر زوج فلون وارا تاع فاني انا استعملت فاني باسكو رح اندي لها بخاليني تسما ما نيش حبة جي غالب عليها غوطع كرامل الابيها ديرتلكم فلون فاني سماديك الكرامل اني حبتهاك شو ليجر ممشي تطغى تطغى كما تعرفو هاد البيض على نوارا جي في نصري ثلاثة ما نحتاجو زوج بايض على خاطر دنا ري ثلاثة حليب قلنا زوج فلون نوارا ذوق الفانيليا ري ثلاثة حليب زوج حبة بايض ملاعقة كبيرة معمرة مليح تاع بخاليني انا استعملت براليني تاع اللوز والبندق عندي مغرفات على فاني صغيرة تقدو يديرو بود غمص حالا نحب ليكيد نخلطو كمارا كم تشاهدو نضيف البيض بارد في بارد كمارا كم تشوفو بعد وش نديرو نحطوها فوق النار نحن نضيف البراليني هو اللي خارقا عيتيك دو كما يتخلطش بيان البراليني والبيض حتى كي نديرو هون فوق النار كي دينا البيض في الوصفة هادية راح تجيكم كي شغول الكريم برولة و راح يقول هاداك الفلون ليجي طايب في الفور مشي كي ما الفلون كي ما نديرو لوش البيض يجي بزاف بنين شوفو هاداك هبط كامل تحتمي بصحدو كي نخلطوها يعني كي يدوب بيان يعني كي دو بالبراليني ويسخن وشاح يصرا راح يتخلط بيان هاداك المينانج مع الحليب راح يولي خاليط متجانس ودوب بيانسوع هاداك الجيلاتين اللي في الفلون لازم يغلينا مليح ومش هي عقد بيانسوع باسك ما في حتى حاجات عقد زي جوز باش يدوبنا هاداك الجيلاتين وبيانسوع لازم نصفيه و راح نصفيه كي ما راكم تشوفو على جال هاد الشوائب شوية برق تاع اللوز كنخشين تاع البراليني هنا راح نويكم باللي كاين اللي درتهم بها دومة وجاو نفس نفس النتيجة جات نفس النتيجة اسميلة حبيتو ما تشق شرحكم وتحرقو الكسارن وكامل ديروا ديراك تها دومة شرحكم تشوفو راح نديرهم مدة ربع سوائع في الثلاجة صبيتهم هكا في القوالب التوعي و راح نخليهم قلتلكم ربع سوائع منيوم يمن المستحس نخلوهم كتر ست سوائع سبع سوائع مي انا ربع سوائع كما شفتو حكم وجلا بس عليه يعني انتم ما كيتكونوا صايمين ديروا صباح في الليل دي سروبي راح يجي اكثر من رائع جاءت اللقطة الحاسمة اللي نقلبو فيها الفلان تعنا ودوك تشوفوش حال فاسي اللي كي يديمولاو احسن من كي ما يكونش فيهم هاداك البوشون من تحته شو غد رفدوه غد تجبدو هادا يطايحو ننصح بزف بهاد القوالب والعار الحيلين شوفوش الشكل اللي تحو مش هالشباب انا هادا ايما جي ما تبسي بدا وشتت رفدوه حطيتوه في الفريجيدا ما بيد ما كنت نقطع في الفواكه فينا الموامل اللي تبسي قريب طاح وانا ماشتوش لقيت الفلان غير هكا في الكوتي تبسي قريب طاح اوهز موجه حاكم روحو سينون وكانا افصد اللي كامل الشكل دي جرقيت هاداك الكرامل سالت اللي كامل في الفريجيدا دارت در موامل هكاك وحمد الله يعني ما شوفو هاي ما كاش كامل الكرامل فيه بين بلي سالت اوهزت لاشوية كامل فوق يعني يربيه وسطر قد كما بيد ما قطعت الفواكه ماشتو دارت هاداك فخبيدو دراجون وحكمت البانا مقطعتها على زجت لاشوية سكر وحركتها شوفو القوام بتاع وشها الهايل جرط بو حرير هكايا في اللسان وذوق البراليني جا فيه باين كما اشتو هاداك القلب في الوسط لبخاليني تاني كما يقولو منو فيه الوسط لبخاليني وزينتها بالبخاليني وريد لكم المول الثاني تاع الكاغي تاني شوفو الاشكال كامل شابين ما شاء الله المول يساعدكم باش تقلبو اما الاخر قاعد تغني خبطن 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 خبط فيه ومحبش يهبط هاداك الفلون واختش هبط لي كي راح تنفيري فيه هكا دنيتو هكا دكوتي زا ما باش نطل نشوفو ولا هبط ولا ما هبطش لتما بنت لو يهبط وطاحت دكوتي بعد تكسر ايا خليتكم تشوفوا اللحظة اكيد خليتكم تشوفوا اللحظة الحاسيمة شوفو هنا سأل عليه هاداك الكارامل تاع التبصي اللي يقوت لكم عليه هاو فش مليح كي يكون المول تاعكم يتنحامل فوق شوفو قاعد تغني خبط فيه محبش كايس يهبط انا غير راح نطل عليه هلا هبط هو طاح ما عليش يسراو هاد الكارامل في المطبخ شوفو ان ينسي يتخبط درتهم كامل وما على الخير قلت لكم انا غير رفت باش نطل عليها طاح لسان سيشوفو حقدك طاحة تكوتي وكامل شوفو فوق طاولتان يراهم طرش بين بلي طاح لي ماشي المهم سلام تراسي وان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي علينا هار اليوم عجبكم الفلان نقولكم جربوه ما كمش رايحين تندمو والسلام اشتركوا في القناة